من الإدانة الفرنسية التي استثنت في البداية المدنيين الفلسطينيين وركزت فقط على مقتل مدنيين إسرائيليين في السابع من أكتوبر تطور موقف باريس لاحقا تطور عندما ربطت الحكومة هنا ما تسميه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بضرورة احترام القانون الدولي ثم بدأ الصوت يرتفع قال الرئيس الفرنسي أن الرد الإسرائيلي لا يجب أن يكون عبر هجمات عشوائية على المدنيين وبعد وصول عدد الضحايا الفلسطينيين إلى الآلاف قالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو ثم دعا ماكرون إلى مؤتمر إنسان دولي لمساعدة المدنيين في غزة يعقد الخميس هذا التحول في المواقف فرضته عوامل عدة ضغط أحزاب اليسار على الحكومة والذي بدى واضحا خلال نقاش برلماني ثم التظاهرات التي دعمت الفلسطينيين بعد أن بقي التظاهر ممنوعا لمدة أسبوعين تتحدث فرنسا الرسمية عن ثلاث أولويات حماية المدنيين وضمان إصال المواد الأساسية إليهم والعمل على عدم توسع النزاع إقليميا خصوصا نحو لبنان سينقنيبر الحدث تاريس لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر